برشلونة ويوفينتوس طلب ودأ مرابط وهذا موقف الشياطين الحمري بادر فريق برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي لكرة القدم للتعاقد مع الدولي المغربي سوفيان أمرابط متوسط ميدان مانشستر يونيتد الإنجليزي في فترة الانتقالت الشتوية الماضية بنظام الإعارة وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالت أن البولوغرانا والسيدة العجوزة حاولت تعاقد مع أمرابط في المركاتو الشتوي غير أن مانشستر يونيتد وفيورنتينا الذي يملك عقد اللاعب رفضا ذلك وأشار المصدر نفسه إلى أن الصيغة التي اقترحها برشلونة ويوفينتوس والمتمثلة في قطع إعارة أمرابط من الفيولة والتعاقد معهم بنفس النظام كانت السبب المباشر في رفض مانشستر وفيورنتينا قبول العرض وأكد ذات المصدر إلى أن الشياطين الحمرى لم يخبروا برشلونة ويوفينتوس بشأن نيتهم تجاه وضعية أمرابط في الصيف القادم سواء بالاحتفاظ به أو إعادته إلى الفيولة وهو ما يبقي الغموض حول مستقبل الأسد الأطلسي وتنتهي فترة إعارة أمرابط إلى مانشستر يونيتد مع نهاية الموسم الكروي الحالي في حين أن عقده مع فيورنتينا يمتد إلى غاية صيف سنة 2025 لكن الفريق الإيطالي مستعد لبيع ما تبقى من عقده لتحقيق أرباح مالية من صفقة الدولي المغربي يشار إلى أن أمرابط يحظى باهتمام بعض الأندية الأوروبية وأخرى عربية من دور ييروشن السعودي خاصة بعد تألقه الكبير في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم مع أسود الأطلسي ترجمة نانسي قنقر